السلام عليكم من أين يأتي سلاح المقاومة في غلسة؟ ما شاء الله، ما شاء الله على هيك سؤال نشطت في هذه الأيام جهات إعلامية تطرح السؤال وتجري مقابلات في التلفاز وغيره مع خبراء ومسؤولين وصحفيين ويوثق ذلك في اليوتيوب حول مصدر سلاح المقاومة كأن البحث يجري عن معرفة مكان الأنفاق إن كان يأتي من هناك ليعرفها الجيش الإسرائيلي ويهدمها أو أن جهة معينة يبحث الجيش الإسرائيلي وغيره على إنساق تهمة بها وشكوى ضدها ودائماً إيران أو مصر هي المجرمة هذا السؤال في هذا الوقت يخدم فقط جيش الكيان الصهيوني مرة أخرى في هذا الوقت هذا السؤال في هذا الوقت يخدم فقط الجيش الإسرائيلي جيش الكيان الصهيوني لأن هذا الجيش هو صاحب الشأن لا غيره أن يعرف ويرافق هذا السؤال الخائن سؤال آخر حول الأنفاق لمعرفة كيانها ومكانها وفتحاتها ومن وماذا فيها وكيف يصنع السلاح فيها وكيف تم عملها الذي يطرح هذه الأسئلة أليس هو عميل بقصد وسبق إصرار ومعرفة لأنه خبيث بلا حياء ولا مسؤولية وطنية والذي يجيب على هذا السؤال أليس هو تافه لأنه لا يعرف لكن إن كان يعرف واعترف بذلك للعدو فهو عميل ومجرم وعليهما يقع حكم الإعدام هذا سؤال خطير يا عالم هذا سؤال خطير يخدم العدو لا يجوز طرحه ولا الإجابة عليه لا يجوز طرحه ولا الإجابة عليه والسلام عليكم